على القضاء وريد صمعاني عن مبادرة لتسهيل نقل الأوقاف واستبدالها من خلال تشكيل لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها وعضاف النجاري تنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة من خلال تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال بغية الانتفاع بالأوقاف والاستفادة واستفادة الواقفين والموقوف عليهم منها ومؤكدا أنه سيتم منجاز مبادرة العدل خلال ثلاثة أشهر يشار إلى أن سقوك الأوقاف تحتاج إلى تطوير من خلال الجهات القضائية لتسهم في تطوير واقع الأوقاف الحديث عن هذه المبادرة ينضم لي هنا في الاستوديو والأستاذ بادر راجحي رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض حياك الله الله يحييك كان عندكم ملتقة الأوقاف يمكن لو ما طلعت له بهذا الثمر هذا شيء كبير الحمد لله صحيح ما شاء الله إيش المشكلة اللي كانت من أول والآن تم علاجها هو لم يتم علاجها حتى الآن منها مبادرة طبعا الأوقاف بالسعودية أنظمة الأوقاف من تاريخ وسط الدولة السعودية هي موجودة زي ما هي فلما تطورت الاستثمارات بكبر حجم كبير بالمليارات وتنوعت الاستثمارات صارت استثمارات شركات صارت استثمارات في أسهم صارت كذا خصوصا العاقرة الضخمة اللي بالمليارات وخصوصا بعد توسعة الحرمين خصوصا مكة المكرمة خم نزع ملكيات كثيرة من الأوقاف فصدرت كميات كبيرة بالمليارات للمحكمة ورصدت هذه المبالغ موجودة في المحاكم وبدأ حقيقة ناقش الموضوع بشكل جدي على مستوى حتى أنا رئيس اللجنة الوطنية للوقاف في مجلس الغرف السعودية فحقيقة قدمت ورقة عمل أنا العصر في ملتقى الوقاف كانت حقيقة تركز على الواقع كان أي يوم؟ كان أول يوم في الملتقى اللي هو يوم الأحد الأحد؟ نعم طيب ماذا صار بعدها؟ قدمنا ورقة عمل الواقع والحلول المقترحة وكان حقيقة من ضمن الحضور كان مستشار وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى وسمع الحقيقة للتوصيات كان من ضمنها مجموعة قضاءات وشخصيات كبيرة حقيقة مؤثرة فجزا الله خير وزير العدل ما كان موجود الحقيقة وبعد فترة الجلسة الثانية كان حضور وزير الصناعة الجلسة الثالثة كان وزير الشؤون الإسلامية فما شاء الله بشرنا حقيقة المستشار أنه جاءوا اتصال من وزير العدل أنه في خلال ثلاث ساعات من تقديم الورقة مبادرة منه بقرار بتشكيل لجنة لهندسة إجراءات بيع وشراء الأوقاف لأنه لدينا إشكالية كبيرة أبيها بالبلدي وش فايدتها الهندسة دي؟ بالبساطة بحيث أنك بدالما لما تبغى أنت كشخص عندك وقف تبغى تبيع وقف أو تشتري وقف تجلس إذا أنت سبحان الله موفق مرة ستة شهور وإذا أنت تردت الأمور ممكن تقعد ثلاث سنين خمس سنين الآن؟ تخيل إذا ضبطت الأمور وشو بيصير؟ لا حنا حقيقة نمثل رجال العمال وسيدات العمال حنا نبغاها إن شاء الله تكون بأقصر مدة معينة ممكن تكون سبوع ممكن تكون سبوعين ممكن تكون يعزي البنوك الآن لما تبغى تشتري أنت عقار أو تتبيع عقار حتى لو موضوع تمويل بصير إجراءات عندك سهلة طيب وش تفيدنا الآن؟ حنا عندنا مشاكل بالوقاف عجيبة يعني فيها وقاف ما قدروا يرممونها لأنه قيل فيها يعني فيها عندنا مشاكل كبيرة والملتقى هذا أيضا نظن عالج زيها سلام عليك كأنك حاضر الملتقى ولا ما حضرت في ورقة قدمت حقيقة في ورشة كانت اسمه عواق وحلول الأوقاف من مدير التفتش القضائي الشيخ ناصر محميد معالي الشيخ فقدم فكرة وطرح أنه لا بد أن القضاة والشخصيات الكبيرة والإفتاء يدرسون يعني زي ما تقول دراسة الأفكار أو الفتاوى الشرعية في موضوع وماذا قالوا الأئمة في موضوع الأوقاف بحيث يطلعون فكر جديد يتفق مع الاستثمارات الكبيرة الجديدة الموجودة الآن لأن ذيك الأيام كانت الاستثمارات قبل 100 سنة و150 سنة كانت كلها مزرعة وأشياء بسيطة اليوم الأوقاف حجم كبير جدا إذا لم يكون هناك زي ما تقول فيه أشياء كثيرة نجلس مع الشيخ معالي الشيخ قبل الجلسة وكذا وفيه فكر الآن ليطرح ورقة قوية وهي لأول مرة تطرح يعاد صياغة زي انصح التعبير يعني أنا بها السرع وواقفين كنا على ما قال عشان المستأجرين نطلب هذا فالفكرة الصياغة مضايق أنك واقف مضايق أنك واقف لا لا بس أنا أقصد أنه عجل لا الموضوع زي ذا تخيل حنا طلعنا بأكثر من 18 توصية بملتقى الأوقاف وورشة عملوا كذا حقيقة عشان تغطيه ما تقدر تغطيه به السرع أنا قاله للشباب أنه ما شاء الله أنتم يعني تعجبوني عملي العملية ما شاء الله تعجبني أسئلتك فالفكرة أنه صياغة فتاوي شرعية من خلالها القضاء يستند إليها وتعدل الأنظمة الشرعية بما لا يمس يعني الموقف حنا كموقفين نقول أنه هذا يمسنا أنا كموقف والثاني والثالث سيدة العمال حنا نقول أنه هذا ضرر فالأخير أنت بمصلحة أنت بنمو أوقاف للأسف أنه بدأت أوقاف كثيرة تخرج خارج السعودية أوقاف بمليارات بسبب أنه عندنا أنظمة قديمة من خمسين سنة ألم يتعدل؟ اسمح لي هيئة سوق المال تطورت هيئة المدن الصناعية تطورت إنه الأوقاف؟ الأوقاف قطاع الأوقاف لم يتطور أبدا مع أنه ترى ما هو بسيط فلذلك لن يطور القضاء وزارة الصحة ولن تطور وزارة التعليم لن يطوره للقضاء من تعاونين معكم؟ الحمد لله حقيقة مبادرة معالي الوزير العدل و أنا أعتقد سبحان الله أنا أعتقد الدولة السعودية اليوم دولة فتية شبابية قرات سريعة يعني حنا ما كنا نتصور عادة لما تطلع بتوصيات ملتقة تقال لك سنة سنتين عشان توصل وزارة عشان توصل يتفاعل معها الوزير فحنا حقيقة من الملتقة الثاني توصيات اللي فعلناها من الملتقة الثاني خلال سنة 80% من التوصيات اللي طلعنا فيها أكثر من 15 توصية والله أنا كنت أعتقد الملتقة لو قافها هذا اللي كل سنة أنه يعني أنتو تلتقون وتتقابلون لا الضوء عليك نك ما جيت لو جيت كان سمعت حنا بالجلسة الافتتاحية 80% من التوصيات في الملتقة الثاني أبشرك نفذت وهذا كم إن شاء الله بيكون بالمية؟ إن شاء الله نسع حنا 100% بس عاد نقدر نحق 100% 70% أبا أقول لكم ملاحظة دايما أشوفها بالوقاف بس عشان أخلص ليش في رؤوس أموال كبيرة هربت أو طلعت من أول يقولون أنه ما كان في صحابي إلا كان يوقف حتى في التابعين كان يوقف أي شيء أي أنت الآن عندك لا أنه قاعد يعني أحنا بسبب بعض الأنظمة اللي كانت موجودة في رؤوس أموال كبيرة جدا راحت ولا استفادة من هالبلد هنا نحتاج أنظمة زي ما أنتكلت ورجل العمال سيدة العمال إيش تقول تقول أنا روح لندان وروح بريطان وروح أمريكا أش تغلب وقفي بريحي وحط مجلسي داره ويتحركهم بسرعة ليش أنا أعقد الأمور الأوقاف قبل 25 سنة بالسعودية ناظر واحد اليوم أكثر الأوقاف مجلس نظار 5-7 وكلهم محترفين مادام أنا كموقف حطيت 7 نظار فمن باب أولى أعطيهم ياخي الصلاحية في البيع والشراء أنا بفتح هذا الموضوع معك ثانية وثالثة لأن هذا الموضوع يحتاج كثير من نقاش حتى وزارة الشؤون الإسلامية الأوقاف يجب تكون هيئة كل يوم نسمع أنه بتصير هيئة ما هي بصيرة هيئة لا يجب تصير هيئة هيئة الوقاف الآن اعتمد من مجلس الوزراء باقي بس فقط تشكيل عضاء مجلس الوزراء من أول هم يقولون أنه لسه لا اعتمدت إيه بس نتكلم الوزارة في تأخير من الوزارة لا الوزارة ما لا علاقة يعني هي مرتبطة بعدة جهات مو وزارة الشؤون الإسلامية الهيئة الوقاف هي قرار موسهل يمس الجميع يعني من زمان ترى والله جدا كنت بيلتقيك فجيد أن يلتقيك لكن النبي مرة ثانية وثالثة نكتشرفنا عشان نتكلم عن الوقاف أخوي بدل راجح هي رئيس لجنة الأوقاف وغرفتريات شكرا جزيلا لك الله يسلام يعطيك العافية شكرا شكرا على خير الله يحبكم